أهلا أعزائي المشاهدين ما الذي يعجبني في شخصية المسيح كمان عاوز أضيف شيء مهم جدا في موضوع حقوق الإنسان هو يعتبر البطل لكن أهم شيء أحبا اليوم كل الناس بتنادي في المساواة وبتنادي بالحرية فالحرية هو أن تفعل ما يريده الله مش ما أفعل ايه أنا بديه واليوم أحباء الناس كتير بتغني وبتنادي في الحرية لكنها مستعبدة للخطية لأن من يفعل الخطية فهو عبد للخطية لأن من غلب منه فقط صار له عبدا فإذن المسيح علم عن الحرية الحقيقية وأن هذه الحرية تتطلب قوة خارجة عنك قوة إلهية من أجل هذا قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا وعلم عن هذه الحرية من خلال كلمة الله وتعرفون الحق والحق يحرركم فإذن المسيح يعتبر للشامبيون في حقوق الإنسان الحرية للجميع مش الضغطات السياسية والحكومية من معه مصاري أكتر من معه نفوذ أكتر البلد المزدهرة أكتر البلد اللي بتدفع للجمعيات والهيئات أكتر هي لإلها الصوت وإلها الكلمة المسيح تعلم أنه كل البشر متساوية وإن الله بحب الجميع بغض النظر ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا المسيح لم يتعامل مع أبيض أو أسود لم يتعامل مع أي شعب عن شعب آخر لم يتعامل مع يهودي أو أممي أو أي شعوب أخرى فخلاص المسيح هو للجميع والنفس البشرية هو ما يهم البشر وللأسف اليوم بتشوف كتير مشاكل في موضوع الرئيس الجنس يعني في العرقية والعنصرية إلى آخره يعني حبيت عبارة قالها واحد ما في شيء اسمه عرق أبيض أو عرق أبيض في عرق واحد هو الجنس البشري يعني ما في يعني بلاك ريس أو وايت ريس there is human race العرق الجنس البشري الله ما قسم ألوان أحمر أصفر بني أسود أبيض كل هاي الألوان للشعوب عنده النفس البشرية لون واحد أمام الرب هذه النفس التي تحتاج إلى يسوع المسيح تعرف لو لو الشخص بس يبحث صدقني يعني دايما بتحدى بقول بس ياريت تقرأ الكتاب المقدس بس العهد الجديد حياتك رح تتغير ورح تشوف إنه كتير أشياء أنت بتسمعها وكتير أشياء بتتعلمها هي مناقدة مخالفة للي مكتوب عنه في الكتاب المقدس لكن عشان يحموا أنفسهم لأنه صار الدين قضية سياسية فعن بحامه عن بلد عن سياسة عن دين مش عاوزك تقرأ الكتاب المقدس بتعرف مين مش عاوزك تقرأ الكتاب المقدس الشيطان الشيطان مش عاوزنا نتعرف على يسوع مش عاوزنا نقرأ في الكتاب ليه لأنه بحال ما نقرأ رح نتغير فأنا بصلي من كل قلبي إنك تقرأ كلمة الله اشتركوا في القناة